قبل ما احكي بتفاصيل معسكر انا بدي احكي عن شغلي يعني خاصة فيي لان انا من بعد ما صرعت الكورونا والموت كان عندي حلم اني ارجع للملعب البسكت وكان كل تركيزي انا وبالمستشفى اني ارجع للملعب البسكت فانا مسرور جدا اني رجعت ومن باب نادي الاهلي ترابلوس وصرت مسرح كزا مرة قدي انا مبسوط بليبيا ومع الشعب الليبي يعني فهدي بعتقد نعمة من الله هلا بنخص المعسكر ما جئنا الى تونس كان يعني ضرورة جدا لانه كان سلنا حوالي الاربعين يوم بنقوم بتمرين لاياء بدنية صباحيا وتمرين بسكت المسا بس يعني من دون ما نلعب مباريات صعبة كتير على المدرب انه يكتشف هالعلاقة بين اللاعب والمدرب يلي بعد مش صايرة بعد انا ولعبين النادي الاهلي وحتى هن بين بعضهم لانه هيدا الموسم فيه فيه توقعات لعبين مع لعبين جداد فكل واحد تغير دوره اللعبين الاساسيين يلي في الفريق تغير تعطيهم مع اللعبين زملائهم وتعطيهم مع مدرب جديد وانا كمان مع فريق جديد يعني من كل الجوانب كان ضروري انه نساوي المعسكر وانا كان مفيد جدا جدا للي كجهاز فني لان كان عندي كتير علامات استفهام وحتى بعض الاوهام انه كيف بدي روح على الكأس السوبر اذا ما اجرينا عدة مباريات يعني فاجه الحل بالمعسكر غير انه تمرنا كمان صباحيا ومسائيا بانتظام ويومية المباريات الثلاثة اللي اجريناهن عطي يطني فكرة يعني جيدة جدا 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 بطريقة تعاطية مع اللعبين ومع الفريق خلال انطلاء الموسم وخلال السوبر كب ان شاء الله نهار اليوم الجمعة لحتى كون كتير صريح وانا معروف انه بحكي بصراحة التعامل الاداري معي جيد جدا وكتير مرتاح وهدي شغلة اساسية لان مهما يكون الفريق ناجح فنيا بالتجري بطبع عدة اندية اذا ما فيه تكامل بالنجاح بين الادارة والجهاز الفني والفريق مش ممكن يصير فيه نجاح فالتعامل الاداري معي انا ومع الفريق ممتاز جدا هيدا نقطة تسجل ونقطة ايجابية يعني تساعد الفريق اللعبين بصراحة اول شي اتفاجأت بمستوى بعض اللعبين الليبيين وانا بقول انه اذا بينعمل نظرة شاملة لنهضة كرة السلة وتطويرها في ليبيا ممكن كتير بالسنوات الخمسة القادمة نشوف بالفعل مستوى المنتخب الليبي واللعبين الليبيين عم يتطور اكتر فبالفعل انا اتفاجأت لانه دربت بعدة بلدان عربية في بعض اللعبين عندي بالفريق مميزين جدا جدا مش بس في ليبيا في العالم العربي ومستوى تفكيرهم يعني الايكيو تبعهم في كرة السلة عالي جدا الفريق كتير فيه طاقات هي مشكلة هلأ توزيع الادوار واقناع اللعبين بالادوار يلي المدرب حيعطيهم اياها بس بالفعل فيه تجاوب رائع من اللعبين فيه مستوى فني جيد جدا وفيه انضباط يعني موضوع الانضباط موضوع مهم جدا فيه عندنا انضباط كمان هيدا بيخفف كتير من المشاكل يلي ممكن يوجهها المدرب خلال الموسم شوف انا عشق التحدي فانا هاعلنها يوم الجمعة هنجيب السوبر كوب على طرابلوس ان شاء الله بازن الله ولا كان يعني كانت محصورة بلاعبين اتنين اللاعب انتوني مايلز يلي اللاعب في الدورة العربية مع نادي بيروت شاهدته مستوى جيد جدا سألت عنه لعبينا دي بيروت يلي كنت انا درب معظمهم في لبنان جول اللاعب غير الاجواء الفنية المشجعة كمان لاعب منضباط ولاعب خلوق ولاعب بيلعب مع الفريق انا مش من المدربين يلي بحبوا يستخدموا لاعب يسجل خمسين نقطة على حساب اللعب الجماعي ويطلع الفريق يعني فيه ضرر مكان ما انا بحب اللاعب يلي ممكن يشأل الفريق ويظل اللاعب الجماعي موجود وهيدا يلي كنت ابتغيه بخلال التعاقد معه او مع ديور اكسبنسر ديور اكسبنسر عم يلعب في نادي الاتصالات في مصر عم بقدم عروض رائعة جدا يعني النادي بمراكز اكتر بكتير مكان يطمح لالها عم بيسجل معدل نقاط كتير ولعب معي في لبنان ولعب مع النادي الرياضي في لبنان وبعرف اللعب وكمان كان عندي نية استخدمه ولكن المفوضات تعثرت يعني وما الوقت ما بقى موجود وبذات الوقت كنا كل الوقت عم نعمل توازن بين انتوني مايلز وسبنسر كان الادفانتج لسبنسر انه لعبان في المنطقة لعبان في العالم العربي بيعرف العقلية العربية رجعنا اخذنا القرار باستخدام انتوني مايلز واكيد يعني الجمهور والنادي والفريق رح يثمنوا ويقدروا الاضافة اللي رح يعطينا اياها في الفريق انا حكيت وكلمته مرتين باخر يومين هو كان عنده مرته بده تولد وبقى معها يعني ولدت بشهر 12 17-12 هو عم يتمرن ويعني اكيد رح يعطينا اضافة يمكن ما نشوفه دغرب السوبر كب بالفورما اللياقة او لياقة الجيم متل ما قول الجيمشيب ولكن اكيد حيكون اضافة يعني يلي اكتشفتوا بالفريق هم من دون محترف كنا عم نلعب مع فرق تونسية قوية وعم نقرعهم من دون لعب محترف وهنا عم يلعبوا بيلاعب محترف فانا تشجعت كتير يعني اداء الفريق دفعيا وصلنا لحد الخمسة واطمين او تسعين بالمية من الاهداف يلي انا بدي حطها بيفضل فيه تجانس وطريقة اللعب بالشكل الهجومي وهون كمان اللعبين عم يبزلوا الجهدي كتير معي لانو عم نغير كتير امور بالشكل الهجومي بالفريق يعني بصراحة مش بس بموضوع المحترفين بموضوعي انا لما جيت على مصر ووقعت وتعرفت عليه حسيته شخص يعني عم بيعطي من كل قلبه وانا بالتجربة السابقة يعني مع الرئيس نادي الحكمة اللي يرحموا انتوان شويري وغيرهم من هالاشخاص يلي دعموا الرياضة من دون مقابل هيدول اشخاص بيعطوا نكهة وبيعطوا اضافة كتير كبيرة فانا اول شي بدو اوجه له الشكر بموضوع سبانسر علما انو سبانسر كان عقده منو يعني منو قليل دغري وافق انو بيتحمل كل نفقات العقد من من يوم التوقيع الى اخر يوم في البطولة يعني من دون ما يسأل ولا اي سؤال دغري جاوب انو انا مستعد وامشو ازا الكوتش بدو اياه امشو في وهي دي شاغلي يعني كمان مسؤولية علي وبذات الوقت انا يعني اثمن الدعم يلي عم يعطينا اياه وعم يعطيني اياه اللي ايلي انا كمان شخصيا انا ما بخاف انا بطبعي ما بخاف ووقت رحت على الكورونا وصلت على يعني على شعر انا والموت فما خفت ابدا يعني بالنهايه اللي كاتب لنا اياه بدو يسير بس انا من الاشخاص يلي بيتابعوا الاوضاع في العالم العربي كله مش بس في ليبيا كنت تابع الوضع في ليبيا كنت اسمع بالتوترات وهي دول الامور يعني وكل ما بلد عربي بيكون مجروح هيك بحس بيغصة انو حلنا بالعالم العربي نطلع من هالكبوات من هالمقاسي من هالمجازر من هالدام يعني العالم حلو تعيش وحلو تعيش بمحبة وبانفتاح وهيدا ففي كتير الناس تصلوا فيها كوتش الوضع هش والوضع خطير قلتلو يا عم عشنا في لبنان عشرين سنة ما خلينا جنس حرب ما دقناها من غزو اسرائيلي من قصف طيران من قصف مدفعية الى ما هولانك لبنان كل الناس بيعرف بالظروف يلي ما رأنا فيها فانا عندي يعني متل ما عامل طعم على على الكورونا كمان عامل طعم على الخوف من الامور هايدي ووجيت علي بيا سلام ومحبة يعني اللي فجأني اكتر غير الاكل الرائع يعني انا كان عندي مشكلة قبل ما اجي كنت خليما موضوع الاكل لانو بدك تعيش يوميا وما معرف اطبخ فهبدك تاكل الاكل الليبي بسم الله يعني عم ننصح هايدي واحد الاكل الليبي من اطيب المأكلات يا اللي اكلها في حياتي الشعب الليبي هون ال انا في صديق لقلي كان يجي على ترابلوس اتصل فيه قال لي كوتش راح تنغلم بليبيا وبالشعب الليبي وبترابلوس انا افتكرته عم بيشجعني لانو ولا مرة جيت يعني ولا مرة احتكيت باشخاص ليبيين بحياتي جيت من شوفور التاكسي الى المطعم وين ما بروح بتحس الناس يعني كأنك تعرفهم من زمان الهوصبيتالي يعني الضيافة يعني في محلات ما بدون ياخدوا مننا فلوس انو لا انت مدرب الاهلي انت غسان يعني حسيت حالي عن جد الناس بتقدرني وبتحبني وهن بيحبوا بعضهم فوبرجع بيقول لك هذا الحديث مش للمجاملة اطلاقا لو العكس كن اكيد قلتلك العكس فانا مبسوط وساكن في منطقة الناس حوالينا دغري قريبة كل المحلات قريبين وبالفعلي ديك اليوم دخلت على محل انا بشرب الكوك ما لقيت كوك اشتريت بيبسي تمانق ناني ما قبل ياخد حقهم قلتلو يا اخي مش ممكن اخدهم قلي بعتبرها ايهانة ازا ما اخدتهم اصر ان اخد كان معي جي بي معدل لايقة اصر ان اخد تمانق ناني البيبسي لايم وما اخد سعر حقهم فقلتلو اللي جي فيم اليوم وراح كلمة بدنا نشتري غرات بدنا نروح لعندو يعني بعطيك فكرة عن طيبة قلب العالم وهالروح الضيافة اللي عندن يعني هي ما بتصير بالعالم كله واحد ما بياخد تمن بضاعة عم ببيع كيها بتحصل في ليبيا انا جيت مبسوط عندي تحدي انا ربحان البطولات يعني غير الكووس والعرب واسيا دول تسع بطولات عندي في لبنان عم فتش حلقه بالعاشر فيمكن من مصادفات الكورونا وكل شي ما رأت الله عم بيكافيني من بعد ما كفاني وابقاني على قيد الحياة انه جايبني على النادي الاهلي عندي اصرار انه ارفوز باللقب العاشر تبعي في النادي الاهلي اول شي لرد الجميل يلي بدرني في النادي لرد الثقة يلي اللي حطى فيه النادي ورئيسه الفخري ولحتى يرضي الجمهور الليبي اللي باعرف انه محمد حمس جدا للفوتبول ولا الباسكيت ولا نادي الاهلي فهيدا التحدي انا حامله بكل فخر بكل سرور وبكل جدية وبكل عدم اشتركوا في القناة